أنت دلوقتي بتقولي الأقصى رغم أنه خدي بالك أنا عامل بحث لما كنت في آخر سنة في جامعة الأظهر في كلية الشريعة أنا عملت بحث بالمستندات وموجود في جامعة الأظهر البحث ده بيثبت أن المسجد الأقصى مش في فلقسين المسجد الأقصى موجود في مدينة الجعرانة في دخل السعودية على بعد 25 كيلو من المدينة المنورة وما زال موجود وما هذا في فلسطين شو هذا لك اللي في فلسطين ده بناه عبد الملك بن مران مكتوب كده يفطع عليه لحد الآن بناه عبد الملك بن مران سنة 63 هجرية يعني بعد ما مات يعني حدث بالسراء والمعراج عفوا منك لعشان نفهم الصورة يعني هو تعلق المسلمين بالأقصى عشان بيقولوا محمد عرج على أوكي أوكي بس أنهي أقصى هو سيدنا النبي راح فلسطين سيدنا النبي مرحش فلسطين هو الأقصى اللي هو مسجد الأقصى مازال موجود في مدينة الجعرانة في مسجدين في مدينة الجعرانة مسجد اسمه الأدنى ومسجد اسمه الأقصى الأدنى الأقرب والأقصى الأبعد مازالوا موجودين بثنين؟ مازالوا موجودين الأقصى ده وده أنا عامله بمستنازة إسلامية بثنين وثنين إنه إيران حق بفلسطين على الآخر على هالكلام مش موضوع حق بقى إحنا دلوقتي بنتكلم في ده إنسان يعيش وده يعيش خلاص؟ وده على نفس الأرض الإنسانيا بحق للكل يعيشه الإنسانيا مدعا بالنسبة بالنسبة للأقصى دي كذبة كبرى إنه هو في فلسطين دي كذبة كبرى السبب كمان بسيط جدا بسيط جدا المسجد ده زي ما بنقوله اليافتة مكتوبة عليهم زيت مكتوبة من وقتها يعني إنه بنا عبد ملك ابن وران ثلاثة وستين هجرية طب ثلاثة وستين هجرية يعني بعد سيدنا النبي ما مات بالستين سنة أو أكثر أو في الحدود يعني طيب وإزاي سيدنا النبي يروح مسجد وهو ما كانش مبني أصلا مش موجود هدي واحد نمرة اتنين المسجد ده جنب الكنيسة اللي داخلها سيدنا عمر ومرضاش يصلي فيها خد بالي اللي هي كت إليه وقتها كتسمها إليه ومرضاش يصلي فيها عشان المسلمين ما يتخذهاش من بعده مسجدة وتبالك من الكلام وطلع وطلع صلى جبرة الكنيسة طيب ما هو مبنى الكنيسة جنبيه المسجد الأقصى طب لو المسجد الأقصى موجود يبقى كان سيدنا عمر هيتصلي فيه صح مش كده طب ما صلاش فيه وما حدش قال إن كان فيه مسجد أقصى يبقى ما كانش موجود طب بكل بساطة يعني الناس بس مش عايزة تسمع وتفهم إحنا عايشين في شعارات وكلام وكلام في كلام وقضية مصنوعة عشان يفضل الصراع شغال بدون توقف توقف